الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله خير من صلى لربه وصام وقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من قتف أثره واستمسك بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه لهم الدين وبعدوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك بهذا الهتاف الإيماني يهتف الآن حجاج بيت الله الحرام الذين كتب الله عز وجل لهم الحج يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما لسان حلنا يقول يا سائرين إلى البيت العتيق يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا إنا أقمنا على عزر وقد رحلوا ومن أقام على عزر كمن راح لبيك اللهم لبيك أحبتي في الله منذ أزنى الخليل إبراهيم عليه السلام في الناس بالحج لما فرغ من بناء البيت وأمره الله عز وجل أن يؤزن في الناس بالحج قال يا ربي وماذا يسمع صوتي قال يا إبراهيم عليك الأذان وعلينا البلاغ صعد إبراهيم فوق الجبل قيل جبل الصفاق جبل أبو قويس على أي كان وأخذ ينادي أيها الناس إن الله قد بنى له بيتا ويأمركم أن تحجوا إليه ليثيبكم به الجنة يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فخفضت الجبال رؤوسها ورفعت له القرى فأسمع الله عز وجل من في أرحام النساء ومن في أصلاب الرجال فأجابه كل من كتب الله له الحج وهو في صلب أبيه أو صلب آبائه أو كذا لبيك اللهم لبيك وأجابه كل شجر وكل حجر لبيك اللهم لبيك قال فمن لبى في صلب أبيه مرة حج مرة ومن لبى أكثر حج أكثر وصارت التلبية على ذلك أحبتي في الله الكل في شوق لزيارة بيت الله حرام الذي لم يحج أو يعتمر يتمنى أن يحج أو حتى يعتمر ومن ذهب مرة لا يشبع أبدا يتمنى أن يعود ويتمنى أن يعود وهكذا ما هو السر؟ يعني إشمال هذا المكان رغم أن نبزل مالا كثيرا ونتعف في الصفر ونتعف في المناسك لكن الكل يتمنى أن يرجع حتى كل عام لو استطاع ما هو السر؟ قالوا السر في ذلك يرجع الأمور الأمر الأول وهو يعني بركة المكان لأنه بيت الله بيت الله عز وجل يبقى ربنا أقول لي سيدنا إبراهيم طحر بيته يبازة شريف الأمر الثاني ربنا قال عن هذا البيت يقول وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنى مثابة للناس أن يسوبون إليه يعني يعودون إليه كلما أتوا إليه وزاروه يعني يحبون أن يعودوا إليه ويزدادوا شوقا إليه الأمر الثالث وهو أو الرابع هو استجابة لدعوة إبراهيم الخير عليه السلام لما وضع سيدنا إسماعيل وأمه هاجر عند مكان البيت قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فاجعل إيه أفئدة من الناس تهوي إليهم فبالتالي القلوب تهوى إلى هذا المكان وتذهب مندفعة إلى هذا المكان تتمنى أن تذهب كل عام واللي يذهب للحق يتمنى يذهب للعمرة واللي عمرة عايز عمرتين وهكذا وتتأمل سيدنا عبد الله بن عباس يقول لما سيدنا إبراهيم قال فاجعل أفئدة منه من الناس منها للتبعيد قال لو قال أفئدة الناس فاتبالك فبق من أفئدة الناس أفئدة من الناس يعني بعض من الناس وهم المؤمنون الموحدون قال لو قال أفئدة الناس لتزحمت عليه الفرس واليهود والنصارى وغير ذلك لكنه قال فاجعل أفئدة من الناس قال وهم المؤمنون كذلك أيها الأحب الكرام نتكلم بقى عن حكم الحق وحكمة الحق عن شروط الحق صلى الله عليه وسلم أن نزقنا جميعا حق بيته الحرام طيب حكم الحق الحق كما هو معلوم ركن من أركان الإسلام قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس ومنها وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا يبه هو ركن من أركان الإسلام لكن هذا الركن له شروط يعني مش واجب على كل مسلم أن يحج لكن ما هي الشروط بقى يجب الحق على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع خمس شروط تاني يجب على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع يبقى المسلم فهي عبادة لا تصح من الكافر على كل مسلم بالغ فالصبي غير مكلف على كل مسلم بالغ عاقل يبقى المجنون غير مكلف على كل مسلم عاقل حر لأن العبد لا يملك مالا ولا يملك وقته يبقى لا يستطيع أن يحج إلا بمال سيده وإذن سيدك يبقى إن فعل فهو مقبول لكن هو غير مطالب بالحق وجوبا يبقى على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع الاستطاعة هنا استطاعة مالية واستطاعة بدنية يبقى عنده استطاعة مالية الحق الآن له تكريف باهظة يبقى عنده مال يكفيه للحق يبقى استطاعة مالية واستطاعة بدنية يستطيع أن يذهب ويؤدي المناسك يستطيع أن يذهب ويؤدي المناسك والمرأة يشترط لها أن يكون معها محرم أن يكون معها محرم ويعني برضو للأمانة نقول أن هناك من العلماء من أجاز للمرأة أن تسافر لحج الفريضة فقط مع رفقة آمنة يعني هذا نذكر بس بابي الأمانة لكن الأفضل للمرأة أن لا تحج إلا ومعها المحرم طيب هذا الحج عبادة عظيمة له فضاء الكثيرة وله حكم عظيمة نتكلم عن حكم الحج ونتكلم عن حكمته وعن فضائله يبال حج له أن نعرف حكمه نتعرف على حكمته ونتعرف على الفضائله أولا الحج من أفضل الأعمال من أفضل الأعمال التي أتقرب بإن الله عز وجل أن أؤدي الحج سواء كان حج الفريضة أو حج التطوع النبي صلى الله عليه وسلم لما سؤل عن أفضل الأعمال قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال جهاد في سبيله قيل ثم ماذا قال حج مبرور إيمان بالله ورسوله ثم جهاد في سبيله ثم حج مبرور أيضا الحج نفسه يعتبر جهاد لأن الإنسان يبذل فيه ماله يبذل فيه جهده ويتعف إلى غير ذلك حتى السيدة عائشة لما قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفل أنه جاهد قال لكن جهاد لا شوكة فيه لكن جهاد لا شوكة فيه الحج والعمرة ضبط هذه الكلمة لكن أو لكن يبقى لكن يعني جهاد لا شوكة فيه هو الحج والعمرة يبقى سواء لكن يبقى الجميع أو للنساء النساء ما تستطيعش تروح المعركة والكر والفر وكذا فقال لكن حج أو لكن جهاد لا شوكة فيه الحج والعمرة كذلك من فضائل الحج أن الحجاج والعمار وفد الله الحجاج والعمار وفد الله إن سألوه أجابهم وإن استغفروه غفر له هذه منقبة عظيمة كذلك الحج سبب في مغفرة الزنوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله يعني حج خالص الله عز وجل من حج لله فلم يرفص ولم يفسق راجع من زنوبه كيوم ولدته أمه الله الله راجع من زنوبه كيوم ولدته أمه يعني صفحة بيضاء نقية شب الإسلام لما أمه والدته كان عليه كم من الزنوب لا صغائر ولا كبائر لذلك الحج يعني من الأعمال التي يعني يكفر الله بها الصغائر والكبائر عندنا قصة سيدنا عمرو بن العاص يقول لما وضع الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله أبسط يدك فلأبيعك يعني أبيعك على الإسلام يقول فبسط النبي يده فقبضت يدي قال ما لك يا عمرو قال قلت أشترط قالت اشترط ماذا قلت أشترط أن يغفر لي قال يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها وأن الحج يجب ما قبله وهذا والشاهد وأن الحج يجب يعني يمحو ما قبله فبالتالي لنتعلم أن الحج سببا لمغفرة الصغائر والكبائر لذلك يقول نفسه سلم أيضا تابعوا بين الحج والعمر فضيلة أخرى بها تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والزنوب كما ينفي الكير خبس الحديد والذهب والفضة فمن أراد أن يغفر الله له ذنوبه ومن أراد أن يستر الله عز جل عيوبه ومن أراد أن يستجيب الله دعاءه ومن أراد أن يتلقى في درجات الجنة إن شاء الله فليحفص على حج بيت الله الحرام كذلك يقول نفسه سلم تابعوا بين الحج والعمرة ويقول والحج المبرور ليس له جزاء من الجنة تابعوا بين الحج والعمرة ويقول العمرة والعمرة كفرة لما بينهما والحج المبرور ليس له سواب إلا الجنة والحج المبرور ليس له سواب إلا الجنة قال والحج المبرور ليس له جزاء من الجنة فما هو الحج المبرور؟ قالوا الحج المبرور هو الذي لا يخالطه اسم إنه مرتكبش فيه ذنوب يبقى لا يخالطه إسراء مصر على معصية الله ولا يضيق الناس ولا يتطاول ولا يغتاب ولا يسب ولا غير ذلك يبقى لا يخالطه إسم وقالوا أيضا هو ما وفيت أحكامه يبقى يدى الحج كاملا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم هناك بعض الناس ما يروحش مثلا منه في يوم التروية يوم 8 ويطلعهم على عرفة مواشا الحج الصحيح لكن أنت لم تتبع حدي النبي صلى الله عليه وسلم وضعت نفسك فرصة عظيمة أو هيئك فرصة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والمبيت مثلا في منا في يوم التروية اللي يتعرفت يبقى وفيت أحكامه بأنني أديت الفرائضة يعني الأركان والواجبات والسنن قاله أيضا هو الحج الذي لا رياء فيه أنا ما ذهبتش الحج عشان أشتري لقب بدل ما إسمي أحمد يبقى الحج أحمد ولا أكتب على العمارة بتاعتي والتغارة بتاعتي تغارت الحج فلان يبقى أنا رايحي لله عز وجل لا رياء ولا سمع يبقى هذا هو الحج المبرور اللي هو وعدنا سيدنا نفسه صلى الله عليه مغفرة الزنوب قال والحج المبرور ليس له جزاء للجنة فنحرص على أن يكون العمل أي عمل نعمله يكون خالصا لله عز وجل وموافقا لهدي النبسة صلى الله عليه وسلم وليل الشرطين اللي هم بتعقبون أي عمل فمن كان نرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد يبقى عشان العمل أي عمل يبقى مقبول لازم يشرطين دون وهم إنه هو يكون خالص لوجه الله عز وجل وموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم آخر حاجة نتكلم بقى بسرعة كده عن حكمة الحج ما هي الحكمة؟ ليه من حج؟ نحج لأن الله أمر بس الأول هذا يكفي لأن الله أمر لكن هناك منافع أخرى وأشياء أولا أن نحقق التوحيد وإن شاء الله يبقى عندنا حرقة مخصوصة عن ما ظهر التوحيد في الحج تابعونا في هذه السلسلة إن شاء الله لكن نقول أيضا يعني سيدنا جابر مثلا يقول عن سيد النبي حتى مجرد ما بدأ يلبي ويدخل في النسك يقول ثم أهل بالتوحيد يعني لبى تلبية الموحدين فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يبقى بنحقق إيه التوحيد وقولنا ده نفصله في الحلقة القديمة إن شاء الله كذلك بنحقق التقوى الله عز وجل يقول في آيات الحج وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يبقى أنا الحج وسيلة أن أتزود من تقوى الله عز وجل كذلك أنا لما بأحرص على أن أقع في محظوات الإحرام هذا من التقوى أن أعظم أمر الله يبقى أنا هاني مثلا عن أن ألبس المخيط والمحيط أو سمعنا وأطعنا نهاني عن الطيب مثلا أثناء الإحرام أو أن أقص أظافري أو أقص شعري أو أن أغطي رأسي أو أن أأتي النساء أو غير ذلك فأنا أمتسر كل هذا فهذا من التقوى لأن التقوى هي فعل ما أمرت به وترك ما نهيت عنه كذلك الحج فيه تهذيب للنفس البشرية فلا رفس ولا فسق ولا جدال في الحاج الحج فيه تعليم خضوع وتواضع وتزلل أنا بأذهب عاري الرأس بأذهب بملابس أجبه ملابس الكفن بأذهب في كل خضوع لله عز وجل كذلك بنتذكر البعث والنشور بهذا المشهد العظيم وبهذه الملابس بالتالي حكم الحق عظيمة نسأل الله عز وجل أن نرزقنا إياكم حق بيت الحرام وزارة بيت الحرام حقين ومعتمرين نطوف مع الطائفين ونسعى مع السائين ونلبي مع الملبيين لبيك اللهم ولبيك شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته